هذا الزلمي ممحون وبس ينمح الرجل على كبر بصير خطير الحقيقة الفلسطينيين بيعرفوا شو معنات كلمة ممحون يعني بتقوله بوع بقولك محمد أحلان بتقوله باع بقولك محمد أحلان باع محمد أحلان كل شي محمد أحلان يعني استغربت واتفجأت نشرينه فيديو بأحد الجروبات بقوله فيديو مهم فتحت أشوف لقيته بالتهمة محمد أحلان بالتخطيط مع إسرائيل لتهريب الشباب الستة شباب جنين الستة من سجن إسرائيلي محصن ليش قال لي لتلميع مش عارف إيش وترقيع مش عارف إيش يعني عن جد أما فيه كل شيء كل شيء قضية جمال خجغجي حطها بظاهر محمد أحلان كل ما صارت إذا سقط نيزك من السماء محمد أحلان كل من لديه مال ومن الممكن أن يدفع المال يستهدفه استهدف القطريين عمل كتاب عن حمد وموزة تحدث عن قضايا جنسية تطال الأميرة موزة بنت مسند في قطر ورغم ذلك أرسل له أرسل له القطريون من يدفع له المال ليسكت أخذ المال وسكت وعندما طلبوا منه أن يتحدث ضد الإمارات قال يجب أن تدفعوا قالوا له دفعنا قال أنتم دفعتم لكي أسكت إذا أردتم أن أتحدث عليكم أن تدفعوا مرة أخرى أنا مش عارف كيف الناس ممكن تستمع له أحد من هالنوع لا مصداقية ولا أخلاق ولا معلومات موثقة ولا تحليل موضوعي ولا دفاع عن الأم يدافع عن إيران على الأقل لا يهاجم إيران ويعتبر بأن إيران ليست بردا عربيا أنا أتحدث فقط عن البلدان العربية أما احتلال إيران لخمس دول عربية وتخريب القضية الفلسطينية فهو لا يراه نظارات سوداء أنا الحقيقة والله أنا حاسد لمحمد دحلاني أتمنى أن يكون اسمي في مكان اسمه في إعلام الجزيرة والإخوان المسلمين وإيران والسوشال ميديا السوشال ميديا الممحين أمثال هذا يريد يحط اسمي هذه شهرة شهرة حقيقة شهرة جميلة إذا أتت كما ذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل هذا الحقيقة تحضرني رواية عن نزار قباني الشاعر الدمشق الجميل اجتمع على البرلمان السوري في أواصل الستينيات واتخذ قرارا بسحب الجنسية السورية من نزار قباني ومنعه من دخول البلاد على خلفية كتابة الشاعر نزار قباني قصيدة خبز وحشيش وقمر كان في ذلك الوقت نزار قباني يقيم في باريس بفرنسا ذهب إلى السفير السوري بباريس وهو متوتر طلب أن يرى السفير السوري فورا فدخل رحب به السفير أهلا وسهلا قال له معقول أنا شاعر سوري أنا كتبت في الغزل كتبت دفاعا عن الأمة العربية معقول البرلمان يجتمع من أجل قصيدة كتبتها ويأخذ قرارا بسحب جنسية السورية ومنعه من الدخول إلى سوريا ضحك السفير السوري قال له تفضل تفضل اجلس اجلس أخرج السفير السوري من الجارور من الدرج دفتر تشيكات ووقع تشيك وكتب اسم المستلم نزار قباني وقال له ضع المبلغ الذي تريد يا أستاذ نزار ولكن أريد شيئا واحدا أن تخلع اسمك عن القصيدة وتضع اسمي أنا مستعد أن أتحمل تبعات ما حصل فهذا نزار قباني وفهم معنى أن يجتمع البرلمان السوري من أجل قصيدة كتبها وأعاد تشيك لصاحبه وخرج راضيا مرضيا هذه هي قصة التشهير التي غالبا ما تؤدي إلى شهرة نظيفة عندما تأتي من مجموعات قذرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر